طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. اليوم بنتكلم طبعا عن عملة البتورنت نيو لان كابل كان في اولد تعر صفر فاصلة ستة صفار تسعين تقريبا خمس وخمسين كانت اعلى اذا ما خفضني اه بماركت كاب ثمانمية مليون واليوم يومي تسو وعشرين بس هذي طبعا من العملات اللي هي الاستثمارية مش عملة اه اللي هي من العملات المضاربة وماك سابلاي تقريبا تسعة تريليون جدا الرقم كبير نزين طبعا العملة هذي توكن مش كوين وتابعة لتورن اللي هي لهذه العملة اه طبعا بعد ما اشتراها اللي هو جست صن اشتراها طبعا في عام الفين وثمنطعش وهي اتسست اصلا الفين واحد تقريبا البتورنت من العملات اللي فايدتها في شراء بنقول الاشياء الخاصة او الدفع في اللي هو البتورنت واليوتورنت فنقدر ندفع من خلالها من خلال عملتهم فهي هاي احد الفوائد من العملة وطبعا هم ما عندهم مشاريع الا نفس المشاريع السابقة توسيع الشبكات نظام التحميل والرفع نفس النظام ما اغيروا شيء وان شاء الله يعني العملة هذي ما لا يعني ما يبالها كلام وايد لان الكل عارف انها وكل حد عارف هي شو فايدة البتورنت نحن بنتكلم عن اخر ارتفاع حقيقته العملة تقريبا بنقول من هني لين تقريبا تقريبا حققت واحد واربعين ضعف اللي كان مشتري من هذي المناطق شاء الله يعني واحد واربعين ضعف فنقول لو رجع السوق مثل حالة النشاط فاتوقع راح يحقق ارقام خيالية وهي من العملات الاستثمارية القوية اه يعني هي مش نصيحة استثمارية طبعا وعملة ما تتحرك يعني عادي تشتري تشوف العملة ثابته ولا تتحرك باي يوم مرة واحدة بتصحى بتشوف العملة طائرة اه ننتقل لموضوع وطبعا الحرق في ناس سامع اننا في حرق الحرق مش على هذه العملة الحرق على اه ومع انه هي اللي كميتها اقل اللي هو بليون اما هاي ترليون اه مفروض الحرق بالعكس وطبعا في ناس اللي كانت عندها والد ويبقى يحول في راحوا حولوا له العملة مع انه فرق العدد اذا انت عندك على سبيل مثال بنقول الف العملة اللي هي الف يعطونك ثلاث اصفار فيها زيادة يعني يكون تقريبا مليون عشان يعادل سعرها سعر العملة في الانيو هذا واحد وغير هذا هم عندهم شركات جدا قوية اذا ما اخذ ظنني مع فيسبوك مع نتفلكس مع شركات جدا كبيرة في هذا المجال الجماعة متوسعين وما يبالهم يعني بعد نتكلم عنهم وايد اه لان انتو عارفين وكلحد عارف هم شو موضوعهم شركات جدا